السلام عليكم و مرحبا بكم معي من جديد نتمنى تكونوا في احسن احوال متما تشاهدوا هذا الفيديو بما ان الجوال ليس سخون و مشحر سوف نحضر ايس كريم او غلاس بمكونات جد بسيطة والمضاق كي جرائع جدا ولما نطول عليكم نخليكم مع المقادر و طريقة تحضير اذا كنت اول مرقة تشاهدي قناتي فهذه قناة حسنا رامي اشتركي فيها وفعلي الجرس بالنسبة لمكونات ساهلين لدينا 300 جرام الكريمة السائلة سوف نقوم بعمل ١٥٥ الحليب المحلى المكتف بالنسبة للحليب المحلى تستطيع التحضير في البيت اتشاركت معكم فيديو في الطريقة لتحضيره تقريبا حسب الحليب المحلى المكتف و نقوم بعمل جبنة كريمية يعني لدينا 80 جرام جبنة كريمية و تجمع الكبار عامرين سوف نطلب المكونات كاملين بهذه الطريقة التي ترونها هذا هو القوام هذه المكونات الأساسية سوف نخفقهم بالنسبة لكريمة باردة المكونات كلهم يكونوا باردين سوف نخفقه في المكونات و ندرنا قليلا و نسجن و هذا هو القوام سوف ندر الخليط في البوش و يمكنك تدرها الخليط في البوطة التي تكون محكمة و تدخلها المجمد و من بعد سوف ندر الكريمة قنات المكونات قواليب السليكون و سوف ندره و تلقى ملد و تدخلها المكونات و تدخلها المكونات و في حالة ما بل تدخلها قليلاة السليكون سوف ندر الكريمة اضعها في المجمد من بعد ان يجمد تقريبا على زغب المعالقة في الكويسة الصغيرة اضع القوالب في الكريمة نضع قليلا لكي يتقديلها في الكريمة ومن بعد سوف نضع العودة من الجلب سوف نضع المجمد ونضعها في المجمد ونضعها في المجمد لكي يستدل الساعة قبل ان اخرجه من المجمد من الشوكولات الشوكولات نستعملها فقط لتزين ندوب شوكولاتة سوداء وكذلك فيها الكريمة حلوة كريمة التي استعملت في هذه الوصفة هنا ندر الشوكولات سوداء وفي شوكولاتة سوداء اضافة تقريبا 1-150 غ كمية لتزين نقوم بتزين من الجسد كافة اناء بجموع شوكولاتة في كاس وهو اناء مجموع لتزين من الجسد اضافة اناءاء اضافة اناءاء اضع طريقها واضحة في الفيديو اضع طريقها في الفيديو اضع طريقها اضع كمية كمية واحدة مستخدمة طريقها اضع Ceci اضع قشرة اضع اضع نكمل كمية كلها من بعد وضعها في بلاستيكة محكمة لغلقة وضعها في المجمد لقطة التي نريدها بالنسبة للجوب الكريمي تستطيع اضافة 4 مكعبات جبنة كيري أو 4 الفرماج المثلت تستطيع اضافة لغلقة جبنة كيري هنا وصلنا الاخر الفيديو اتمنى تعجبكم الوصفة اليوم كما قد لكم مره سهلة مهلة دقيقة توجد و المطاق كي يجرائع جدا انا اكيد رجل ربته سيعجبكم خليت لكم الراحة و الى فيديو قادم ان شاء الله